اهلا بكم فهندسة كروي هنتكلم النهاردة عن الدوري السعودي والدوري القطري والدوري الاماراتي وهنتكلم عن الاسباب اللي خلت الدوري السعودي متفوق وبنسبة كبيرة عن دوريات الاماراتي والقطري برغم ان الدوري القطري والدوري الاماراتي عندهم نفس الامكانات والقدرات المادية وايضا البنية التحتية المتميزة موجودة عندهم بس ما قدروش ان هم يوصلوا للتميز الكبير اللي وصلوا الدوري السعودي سواء على مستوى الوطن العربي والمتابعين الكتيرة اللي بدأت تنجذب ليه الدوري السعودي فيه السنوات القليلة الماضية وبالتحديد في هذا الموسم أو على المستوى العالمي واللي بنشاهد دلوقتي الدوري السعودي ما شاء الله محطات كتيرة جداً على مستوى العالم بتتصارع إنها يبقى معاها حقوق بث هذا الدوري إيه الأسباب؟ إيه أهم النقاط؟ طعا أنا مع وعدك هنا نتكلم من دردش حول هذا الموضوع في البداية قبل نتكلم في أي شيء ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه فيه قناة هندسة كروية طيب لو جينا نتكلم تعانوا ننقش كده الموضوع مع حضراتكم في الدوري القطري والدوري الإماراتي ونشوف إيه الأسباب اللي خلته برغم اللعيبة والإمكانات المادية وهكذا ما قدرش ينافس الدوري السعودي أو يصل لللي وصله الدوري السعودي تعال أكلمك في أول نقطة وهي وضع المحترفين الأجانب في الدوري القطري والدوري الإماراتي بمعنى إيه وضع المحترفين الأجانب الدوري القطري والإماراتي على فكرة عشان بس ممكن بعض الناس ما أخذتش بالها لأن ما كانش فيه تصليل ضق قوي ساعتها فيه لعيبة على مستوى عالمي لعبه في الدوري القطري والدوري الإماراتي وكان لهم ضغجة كبيرة وأسماء كبيرة في أوروبا بس ما قدرش يلمعوا قوي طب إيه الأسباب؟ إن عندك مثلا جورديولا لعب في الدوري القطري لعب في نادي أهلي قطر من 2003 إلى 2005 وبعدها لعب فترة كده يعني يقدم مردود مقبول ممكن يرتقي إلى الجيد في بعض الأحيان بس لما وصل ليه بعدها بسنتين انتقل الدوري المكسيكيو في 2006 اعتزل روماريو البرازيلي برضو لعب في السد القطري في عام 2003 وكانت صفقة تقدر بحوالي مليون ونصف دولار وكان مبلغ ضخم وقتها طبعا في 2003 بس برضو لعب تقريبا عدد ثلاث مباراة أو أربع مباريات وما قدرش ان هو يترك بصمة أو يساعد الفريق في المنافسة على البطولات واعتزل بعدها بالسنوات قليلة برضو سامويل ايتو في 2018 انضم ليه الدوري القطري لعب في قطر القطري مباريات مش كبيرة ما سابش البصمة المنتظرة ويسلي شنايدر نفس الكلام للغرفة القطري في عام 2018 انضم يعني ست سبع سنوات بعد لما كان متوهج في أوروبا ومع المنتخب الهولندي مردود هايل ومع ريال مدريد وهكذا ما سابش برضو البصمة المنتظرة وايضا في الدوري الاماراتي حصل كم صفقة برضو صفقات كانت منورة في أوروبا انضمت لدوري الاماراتي كان نظره مع شباب الاهلي في 2011 و2012 ويترزيجي مع بنياس الاماراتي في 2011 انضم فترة بسيطة جدا وما قدرش ان هو يسيب مردود كويس طيب اذا ففي اسماء كبيرة انضمت بس ما سابوش مردود كويس ليه بقى السبب؟ لان حالة اللعيبة دي كانت جاية ما كانش فيه الشغف وما كانش اللعيبة دي متوهجة وجاية تعمل حاجة في الدوريات دي فاللعيبة دي كانت جاية زي ما بنقول احنا كده عندنا في مصر حلاوة روح يعني ايه؟ يعني انا جاية اقضي السنتين اخذ مبلغ كويس لان طبعا المبلغ فيه المنطقة الخليج والدوري القطر والامرات دي بتكون كبيرة ويعني اغير جو كده زي ما بيقولوا وخلاص انا عملت كل شيء ممكن اعمله في اوروبا فانا جاية اتسلق او جاية اقضي اخر سنة سنتين ليا كده اقدم مرضوط فيهم كويس وخلاص انما حالتهم ما كانتش متوهجة ما كانتش اللعب جاي هو خلاص عمل كل حاجة في اوروبا قدتو كان كسر الدنيا مع برشلونة وتشيلسي جوارديولا كان عمل فترة محترمة جدا مع روما ولعب وادة وهكذا ووسل شنايدر زي ما قلتو لحضراتكم وكده كان خلاص عمل كل اللي اتعامل تقريبا مع ريال مدريد ومع انتر ميلا ومع المنتخب الهولندي تريزيجين مع المنتخب فرنسا وهكذا فجايين خلاص انا مفيش شغف ومفيش يعني دافع ان انا اقدم حاجة فعشان ده كان ما كانش فيه جدية في الموضوع زائد ان كان برضو معدل الاعمار كبير جدا يعني اغلبهم كان منضم فاعمر متجاوزة الاربعة وتلاتين والخمسة وتلاتين والستة وتلاتين فما كانتش خلاص بقى منتظر ان هو يعمل حاجة انما لو جيت تبص بقى للدوري السعودي هتلاقي الموضوع مختلف تماما الحقيقة لو جيت تشائل تلاقي كريستيانو رونالدو طبعا كريستيانو حالة خاصة ان انت بتتكلم في تمانية وتلاتين سنة بس يشوف الشغف ويشوف الحب ويشوفه مباراة ابها الاخيرة في الدوري لما اتعدلت ابها مع النصر اتنين اتنين اه الراجل خارج متضايق وزعلانه وايكا انه خسر كس العالم فشوف الشغف عند كريستيان وشوف الحب وشوف التأثير العمل اه وحبه في احراز الالقاب وانه ما يخسرش حتى لو كانت مباراة دية في الدوري شيء اه هايل جدا الحقيقة اه مختلف عند هذا اللعب شوف بقية اللعيبة اللي انضمت هذا الموسم زي مثلا النادي الاهلي رياض محرز سان ماكسيمين اه فيرمينيو لو هتتكلم في واحد زي رياض محرز اه متوهج في الدوري الانجليزي مع منشستر سيتي اه خمسة دوري انجليزي بيكسب دوري الابطال بيكسب الكاس السوبر بيعمل كل حاجة ممكن في الكرة وفي عز توهجه في عمر صغير واحد وتلاتين سنة او اتنين وتلاتين سنة بالكتير يعني قدامه اربع او خمس سنوات يعني بالمستريح زي ما بيقوله لان الراجل بيكرر ان هو ييجي وبيلعب فاذا الراجل عنده مردود وعنده شيء ان هو يقدمه معه في الدوري السعودي ومع النادي الاهلي نفس الكلام في باقي الاندية بتتكلم مثلا في النصر سادي يوماني نفس الكلام مش اللاعب بقى اللي خلص وشطب وما بقاش يجي منه خلص وجاي الدوري السعودي يتسلى لأ ده لعب في اول التلاتينات وفي عز توهجه وفي عز تقلقه بينضم وغيره من اللعيبة المميزة اللي بتنضم طبعا بتتكلم في نمر في نادي الهلال وهكذا فده فرق كبير جدا في نوعية المحترف او وضع المحترف ان في الدوري القطري وفي الدوري الاماراتي مع كل الاحترام طبعا والتقدير ليهم ولكن كانت اللعيبة جاية خلاص بعدها مش اتطبط وفنشت والعمر كبير وكل شيء الحقيقة ما كانش يدعو بالتفاؤل من اللعيبة دي هتقدم مردود قرروا ان هم ينضموا ليه الدوري الاماراتي انما في الدوري القطري وضع مختلف تماما اللعيبة جاية فعلا فيه فكرة وفيه يعني مردود محترم بيقدموه لان جايين في عز تقلقهم وفي عز توهجهم قطعوا مشوارهم في اوروبا وقرروا ان هم ينضموا ليه الدوري السعودي ازا فده نقطة في غاية الاهمية الحقيقة لو كمان اكلمك الحقيقة عن سبب من الاسباب الثانية اللي خلت الدوري السعودي متميز اولا الدوري السعودي عنده مشروع واضح وصريح بيشتغل عليه مش حالات فردية بمعنى ايه ان الدوري القطري الدوري الاماراتي هي مجرد حالات فردية نادي قرر ان هو يضم اللاعب اه لعب مميز لعب اسم كبير هيدفع له مبلغ خبير بس هو في الاول وفي الاخر هو قرار فردي من نادي مجلس ادارة قرر ان هو يضم هذا اللاعب اما على الجانب الاخر الدوري السعودي في صندوق الاستثمار السعودي قرر ضخ اموال للاربع اندية الكبار نادي الهلال نادي النصر نادي الاهلي نادي الاتحاد قرر ضخ مبالغ مالية كبيرة لهذه الاندية لدعمهم عشان الاندية دي تقدر انها تجيب لعيبة من العيار الثقيلة ومميزة فبالتالي بقى انت عنصر جذاب لباقي اللاعبة في اوروبا انها تبدأ تيجي وتتقلق وتنضم في الدوري السعودي يبقى هو مشروع استثماري بحت فكرة الدولة السعودية نفسها بتدعمها فبالتالي مش مجرد حالات فردية زي ما بقلت ففي اهتمام وفي تركيز وفي امور مدروسة فعلا بدأت من اول كريستيانو رونالدو اللي تم ضخ مبلغ مالي كبير لهذا اللاعب ولكن كان موفق الحقيقة لان المبلغ المالي اللي انت ضخيته ده عمل جذب لباقي اللاعبة وشجعهم ان هما ينضموا ليه الدوري السعودي انما الحالات الفردية دايما بيكون يعني مش مضمون نجاحها وبتكون مش مدروسة عن دراف مصر على فكرة في نادي اسمه وادي ديجلة قرر في سنة من السنوات ان هو يتعقد مع مالودا لعب التشيلسي السابق المنتخب الفرنسي فكانت حالة فردية يعني هما قرروا ان هما يعملوا كده كانت صفقة موفقة الحقيقة واللعب قدم مرضود هايل مع وادي ديجلة برغم ان هو كان كبير في سنة وهكذا بس في الاول في الاخر ما كانش مشروع للدوري المصري ان احنا عايزين ننقله مية وتمانين درجة ونغير ونجيب لعيبة مختلفة وهكذا لا فكان الموضوع زي ما قلت لحضراتكم كده موضوع فردي لما الموضوع في السعودية مختلف تماما دي فكرة ومشروع الدولة السعودية كلها بتدعمه من اول كبار المسؤولين لحد اصغرهم الكل بيدعم والكل مشارك فيه فبالتالي شايفين موضوع محترم وشارفين نتيجة ايجابية كبيرة جدا في ظرف او قوات زمني قليل جدا وده شيء محترم جدا بيتقدم فيه المملكة العربية السعودية تالت نقطة الحقيقة وهي في غاية الاهمية وهو الفرق في الجمهور والشغف عند الشعب السعودي والشعب القطري او الشعب الاماراتي كل احترام طبعا لاهلنا في قطر وفي اهلنا الامارات احنا مش بنقلل على فكرة من اي شيء وعلى فكرة الدوري القطري محترم جدا ومتميز وايضا الدوري الاماراتي انا ما بقللش منه ولكن احنا بنتكلم ان برغم ان عندهم يعني العامل المادي والمتوفر جدا وعندهم البنية التحتية هيلة جدا الى انه ما قدرش ان هو يواكب او يعمل اللي عمله الدوري السعودي هي دي بس وجهة النظر اللي بنتكلم فيها لما فيش تقليل لا سمح الله من دولة سواء كده بكتر او الامارات او الكرة هنا او الكرة هناك لو هكلمك عن فرق الجمهور هتيجي تبص بصراحة تلاقي ان الكرة القدم في المملكة العربية السعودية هي حياة وموت يعني فيه شغف فيه حب وريبة زي عندنا في مصر كده الاهلي والزمالك زي في المغرب الرجاء والوداد زي في تونس التراجي والنجمة والافريقي والصفاقسي وهكذا فيه حب وفيه شغف وفيه جمهور متعطش بتشوف بصراحة الاندية نادي الهلال والنادي الاهلي والدخلات من نادي النصر والتيف والتشجيع والشماريخ وأجواء وحماس وتلاقي المطش اللي فيه كلاسيكو مثلا الاهلال والاتحاد او الاهلي والاتحاد في الدربي جدة وهكذا تلاقي اليوم الاول والاخر والسعودية كلها بتتكلم في احداث هذا اللقاء وفي الأجواء وهكذا انما على الجانب الاخر الموضوع هادي شوية في قطر يعني انت بتلاقي المدرجات الحقيقة في المباريات الدوري القطري فاضية يعني فاضية بالمعنى الحرفي في مباريات كتيرة جدا حتى في المباريات المهمة بتلاقي فيه حضور بس ما بتلاقيش الأجواء اللي بتلاقيها في المباريات المهمة اللي موجودة في السعودية فده نفسه عامل برضو بيساهم في انتشار الدوري أكتر وبالإعجاب أكتر بالدوري أنا واحد من الناس مثلا لو بتفرج على الجماهير في داربي جدة أو بتفرج على الجماهير في كلاسيكو الهلال والرياض اه في الهلال والاتحاد او الهلال والنصر وهكذا ببقى باستمتع بالأجواء اللي بشوفها وباستمتع بالشكل الجماهير الرائع والدخلات والتشجيع وهكذا انما على الجانب الاخر برضو الأمور هادية قوي الحقيقة آه في آه في الامارات أو في قطر مقرنة باللي بيحصل بالمملكة العربية السعودية كل دي أمور الحقيقة لو جيب جمعتها كده مع بعض حالة اللعب هو بينضم وتأثيره اللعب المحترف عامل ازاي بكوار فكرة ان فيه مشروع احنا بندعمه الجماهير والتشجيع والأجواء والحاجات دي كلها لو جمعتها هتلاقي ان فعلا الأسباب دي تخلي الدوري السعودي هو متميز عن باقي اللندية وعن الدوريات وان الموضوع مش موضوع صرف مالي بس أو بنية تحتية بس لأ فيه أمور كتيرة جدا بجانب الصرف هتصرف ازاي وهتجيب ازاي الحالة اللعب اللي هتجيلك ازاي الجماهير وتأثيرها في الموضوع ده هتكون عاملة ازاي فعشان كده الدوري السعودي الحقيقة هو أقوى في المنطقة العربية بلا منازع ومتميز عن غيره من الدوريات سواء كانت في آسيا أو سواء كانت في أفريق اكتب لي من وجهة نظرك في التعريقات رأيك في التفرة اللي بتحدث في الدوري السعودي وهل متوقع انها تستمر لأسنوات القليلة القادمة وسنة والأخرى هتتحسن وربما نشوف الدوري السعودي هو الأفضل في العالم ولا لأ واكتب لي كمان من وجهة نظرك مين من اللعباء العالميين اللي انت متوقع ان هم ينضموا للدوري السعودي في السنوات القليلة القادمة وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد كان معكم ياسر مصباح اشوفكم الحلقة الجاعة لألف خير السلام عليكم